مشاهدين الحديث عن هذا الموضوع يحضر معي في الستوديو سيد زهير بن طيب عضو المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ مساء الخير سيدي مساء النور وشكرا على الاستضافة شكرا لك بداية كما استعرضنا التقرير لما نشوف تقرير مثل هذا تعليقك بما أنكم عضو المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ ومعاناة هؤلاء التلاميذ العينة اللي كانت من ولاية خنشلة والله لقد سأني هذا الموقف الذي يعني أرى بأنه يعني هؤلاء المسؤولين الذين يشرفون على هذه الولاية منفرض أنهم يقدموا الاستقالة يعني من الوالي إلى رئيس البلدية كل البلديات إذا كان بعد خمسين سنة أو خمسين سنة استقلال 53 سنة بالضبط استقلال نرى مظاهر مثل هذه يعني تسيء إلى استقلال الجزائر تسيء إلى تضحيات الشهداء وإلى يعني بطولات المجاهدين الذين لا أظن أنهم يردون عن هذه المظاهر المسيئة لجهود الدولة الجزائرية التي سعت إلى تقريب المدرسة من المنزل لكن يعني انعدام الرؤية والحكمة عند بعض المسؤولين جعل أنهم أصبحوا حبيسي الجغرافية المفروض أنهم يتحدىوا الجغرافية ويعملوا على تقريب الإنسان من المدرسة التلميذ من المدرسة يعني كأدنى شيء يمكن تقدمه لأبناء الاستقلال الحكومة هي في الحقيقة حاولت يعني الرؤية اللي مش موجودة على المستوى المحلي هي يعني مدة ديجا للأخر تصورتها من خلال مرسوم تنفيذي عندي نسخة منه المرسوم تنفيذي رقم 15 171 مؤرخ في 23 يونيو سنة أثماجون سنة 2015 يحاولوا حاولة الحكومة تمد تنظيم تدير تنظيم للنقل المدرسي المشروع يعني أو المرسوم لم يعود مشروع المرسوم يعني أحال المهمة مهمة ضمان نقل التلميذ إلى المدارس إلى الجماعات المحلية وإلى المؤسسات التربوية يعني هي المكلفة والمخولة هي المخولة ضمان النقل لكن يعني أنا أرى رؤية يعني ناقصة نحن نعرف بلي البلديات عندها مشاكل عويصة في مظاهر أخرى من الحياة حياة المواطن نزيد لها مشكل نتاع النقل المدرسي نحن كمنظمة لأولياء التلميذ عندنا رؤية منفروض المرسوم قبل إعداد مشروع منفروض نشوف المجتمع المدني لا سيما أولياء التلميذ نمد تصورات التي تساعد تلميذ تعد المسؤولين على يعني سياغة مشروع أو مرسوم يعني يليق بالأهداف التي ترسمها الحكومة بشكل عام نحن منفروض لأننا لا نترك المسألة في أيدي الجماعة المحلية لأننا نعرف وجامعة المحلية لأننا علاقة بالميدان ونشوفوا بأن هؤلاء المسؤولين غير قادرين على يعني اتخاذ تدابير اللازمة هما بالنسبة لهم يتمهم الصفقة لكن من المفروض نتعاملوا كمارا نتعاملوا مع النقل الجامعي من المفروض وزارة التربية يعني تتعامل من خلال دفتر شروط تنقل المسألة إلى مؤسسات خاصة أو عمومية هي التي تتولى عملية نقل التلميذ على حسب احتياجات كل بلدية إذا ما يكون هناك مخطط ترجمي تربوي بالنسبة لكل المناطق نقدر اليوم الحمد لله احنا بالنقل الجامع ما لدينا مشكلة على الرغم من أنها مسندة إلى قطاع خاص لكن المشكلة الحكومة تفرغة من المشكلة اليوم مدى بنا بالنسبة ل وزارة التربية يعني تتجه نفس النهج لأنك لما تدير دفتر شروط وتحدد فيها الواجبات الحقوق والواجبات حقوق الناقل والحقوق الأولي تحتلاميذ الحكومة تضع غلاف مالي غلاف مالي محدد في بداية سريان العقد في دفتر شروط وتنتهي من المشكلة تتفرغ من المشكلة وهي تبقى لها مهمة الرقبة هذا هو لكن ترك المسألة في أيدي البلديات البلديات أنهم يتعاقدوا مع شخص شخص هذا يحبس يسرع عطب في السيارة في المركبة تتاعه لن يرح يقرأ إذن لما تكون مؤسسة عندها وسائل ضخمة يعني كين دفتر شروط تضمن تعويض للأخرى على الرغم من أن المرسوم يلح على هذه صحيح لا يكفي لأن هنا لما الإنسان في بلدية معزولة مثل هذه يصرع عدم التزام لسبب أو لآخر البلدية تبقى مكتوفة الأيدي لكن لما تكون مؤسسة تسير طوارئ الطوارئ وتمشي على حسب الظروف لأنه لما يأتي المقاول أو صاحب المشروع صاحب المؤسسة لما يجي يمضي دفتر شروط يعرف الجغرافيا الولاية المعنية ويتدبر الأمر لا يترك الأمور إلى هذا المستوى الذي يندله الجابين وانا تأثرت لما شفت البارحة هذا الروبورتاج نتأسف 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 على 53 استقلال مظهر البؤس ما زالت موجودة وخاصة نشوف أطفالنا هم لا يدفع الثمان وخاصة نحن على مقربة من فصل الشتاء مثل هذه المظاهر أن طفل في مقتبل العمر يقطع مسافة على أمبوب حياة معرضة للخطر مستقبل معرض للخطر أنتم بصفتكم العضو المكتب الوطني المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ ما الواجب اتخاذه في مثل هذه المواقف المهم لازم نقدموا التقرير ونطالبوا بالأخرى من خلال الممثلين على مستوى الولايات يدروننا عملية حصر لمظاهر نحن لم نعلم كين بلدية في هذه الحالة يقدمونا معطيات وندروا تقرير ونرفعوه إن شاء الله للوزارة الوصية وإن شاء الله نحاول نوقفهم على الوزيرة من أجل إخفاء وليس إخفاء فقط حاولت ضحض هذه المظاهر البؤس التي تسيء إلى جزائر يعني هذا الربورتاج يشوفوه أجناس أخرى يعني هذا لا يكون مشرف للجزائر هو شيء مؤسف للغاية وأكيد أنه المساعي خاصة في قطاع التربية يعني هناك مساعي لاستحدات ولعصرنة هذا القطاع بصفة عامة حتى يكون هناك جو دراسي ملائم لطلبتنا وتلميذتنا كما كنا نشاهد في التقرير أنه طفل كما قلنا في مقتبل العمر يقطع مسافة كبيرة على أنبوبة مائي كأنه في عالم ثالث نقدر نقول هي صور من عالم ثالث صور لا هيكة عن الأخر أنا من منطقة ريفية نعرف المناطق كما هدو تكون معرضة لطفل يكون معرض لأمور لا أمن لا أمن سواء من حيونات متوحشة أو من يعني من أشرار الأخر يعني ما ظاهر يعني في أدنى مستويات يعني التخلف يعني خاصة أنها ظروف ما تسعج على الدراسة لوحد لما يقتح هذه المسافة يتوجه للقسم يعني خلاص يكون منهك متعب غير قادر يعني على مزوان الدراسة كيف يكون إصلاح وكيف يكون ندوة وطنية بالأخر تعالج أمور بيداغوجية يعني قبل يعني الأخر تناقش أمور مادية يعني يعني جوهرية حساسة مثل هذه لأن الطفل يعني الأمور المادية مهمة كثيرا في تركيز الطفل وفي استقرار مستواه البيداغوجي والدراسة أكيد السيد زهير بن طيب عضو المكتب الوطني المضمى الوطنية لأولياء التلاميذ شكرا لك على هذه التوضيحة وإن شاء الله هي تتخذ تدابير وإجراءات فيما يخص يعني التنقل لطلبتنا في ولاية خنشلة شكرا لك مرة تانية مشاهدنا تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الجزائر فاصل ومن بعدها لنا عودة فلا تغيروا الوجهة ترجمة نانسي قنقر